ساء الرضا كيف حالكم إن شاء الله طيبين اليوم الفيديو بعض من يعني أقاوب على بعض الأسئلة كيف عملت هذه البيضة وكمان كيف أقفف ورق الكاري وكمان طريقتي في العقينة وطريقتي كمان في تفريز العقينة لرمضان أو كيف أفرزن المعقنات هذا كل اليوم بكلمكم طبعا طريقة العقينة وطريقة البيتزا بحط لكم ياه في صندوق الوصف رابط دخلكم على طول على الوصفة أول حاجة أعمل عقينة عقينة لكل المعقنات أستخدمها يعني عقينة المعتمدة هذه موقع تلكم بموجودة في صندوق الوصف أول حاجة أعمل البيتزا لازم أعمل البيتزا أفرزنه هذه البيتزا لازم أعملي مرة أعملي ميني صغيرة مرة أعملي أشكال تانية إن شاء الله بأعملي معاكم لازم أفرزن البيتزا ليش لأنه الأحد يقيني فقأة أنا قوعت كده بعد صلاة التراويح كده مع كوب شاهي نفس كده يكون عندي حاجة أصخنه وأأكله عمل كيلو دقيق والكيلو الدقيق ثلاثة كواب أعملي للبيتزا وثلاثة كواب دقيق أعملي لأي كروسون أو ممكن أعملي صامولي أي حاجة عرفتوا حاجة إن الحشي أقدر أحشيه جبناء أو حشياتونة عملت البيتزا على حكم السيسر كده عشان نفس بيتزا تمروق إذا أنتم تعرفوها كده شوية كبيرة ممكن الواحد يأكل الواحد كده حبة كاملة أو ممكن يقطع صغار وهنا عندي باقي العقنة عملت فيها مثل الكروسون بس للأسف يعني أني رحت حشيتي إيش هدي مش قبنة أني حشيتي زبدة قلت تعالوا أقمت زبدة يعني بالفريزر عندي قطعته ورحت حشيتي الصراحة طعم حلو حتى قوامة يعني حلو بس ما بعيداش ممكن لو كانت الزبدة دهنتة كانت طرية ودهنت كامل المثلت ممكن كان أحسن من أني أحط كده قطعة لأنه طلعت عليا بالفرن شوية فأني المرة تنانية ممكن أدهنة فقط أدهن كامل العقنة بعين أقطعي وهنا دخلت الفرن ما شاء الله الصوس والعقنة موجودة في صندوق الوصف يعني ما فيش دعي أني أعملي معاكم وهنا ما شاء الله تحمرت عليا تكا شوفوا أول ما تطلع المعقنات على طول عندكم فوطة مبللة بالماء ويعصروها وغطوها هذا يفرق يخليها سوفت سوفت وحتى الطبقة اللي فوق ما تكونش قاسية أو أنكم أول ما تطلع تبخوها بماء لازم يقول تس تس كده تحسوا أنه تس تس يعني تس تس يعني الصينية تكون حارة تطلع بخار تقول تش كده عرفته حق البخار وعلى طول تغطوها ترشوها ببخاخ وشوفوا كيف الطراوة الفطاير كيف تكون وانتبهوا تخلوا الفطاير تبرد بعدين تغطوها لا وهي دافية لما أول ما ترقع دافية غطوها وهنا شوفوا كيف الكروسون اللي عملته يعني كده لفيته وفي له الزبدة بس طعمه لذيذ حسيت أنه يشتيروا عسل شوفتم ما تاكلوا زبدة وعسل كده كانت لذيذة والبيتزا بدت طريقة حلوة كده تقطعوها مثل لتات صغيرة كتير حلوة شوفوا كيف أنيقة يعني حلوة كده بالتقديم وسفرة رمضان كتغيير يعني كتغيير والواحد يقدر يأكلها كده ذا القرص كده ممكن بس كأنكم تقطعوها كمان حلوة كمان شوفوا المعقنات أي نوع معقنات تقدروا تفرزنوه العقينة كمان تقدروا تفرزنوها بس هذا اللي المتوفر معاه يعني كهرباء نحنا عارفين بعدا ما فيش كهرباء لكن عادي تقدروا تعقنوها يعني بعد ما تصدلوا الفقر تعقنوها وتحطوها بالتلاقة تخمير بطيء على برودة التلاقة اسمي تخمير بطيء بس قللوا الخميرة يعني بدأ ملعقة كبيرة خميرة أعملوا ملعقة صغيرة خميرة وخلوها تتخمر في التلاقة وهنا شوفوا بعد أسبوع طلعت شوفوا من أقراص البيتزا وعملت ليكو بشاهي طبعا خليتت يعني سخنتها بالمكرويف أو طلعوها من قبل من الصباح أو من الظهر تفك هي وقت المغرب قدموها وكمان أني دايما بعد صلاة التراويح أحب المعقنات مع شاهي صراحة شاهي أحمر أني أول ما أفطر بعد الفطر أشرب شاهي حليب لكن بس يعني بس بعد صلاة التراويح أحب شاهي أحمر مع المعقنات أي حاجة يكون معايا بس إن شاءت تقربوا وتعرفوا الكروسون اللي عملناه كده هادي الفطاير أنا عملته فطار الصباح طلعته وسخنته وحطت ليقوا بن مالح وخيار وطماطم والخيار والطماطم أكبر من الخبز بس عادي ولذيذة جدا وسوفت ولا كأني عملته الآن يعني ما كأنيش من الفريزر ولا حاجة مع كوب كده شاي حليب عدني يا سلام وتعالوا الآن سألتوني على هدى كيف عملت البيض شكل قلب وشكل أني رويتكم شكل الفراشة بس هادي قوالب أخدته من مكان اسمه 7 days بمستودع 7 days حاجة زي كده أخدت هادي القوالب شوفوا ممكن متوفر اكتبوا بقوقل إصحاب الرياض اللي عايشين هو ممكن بعيد والله مش عارفة فين مكانه بالضبط هادي القوالب الأول ما تسلقوا البيض وهو حار تقشروه وتحطوه في القالب وتضغطوه عليه وتحطوه بماء بارد 5 دقائق أو 3 دقائق وخلاص يطلع لكم الشكل حلو الواحد يعمل صراحة أني أشوف الإنسان اللي زيين الطبق ويتعب في الطبق إيش مكان حتى لهو بيض أو يكون يعني كده مزيينه يعني يقدم الأكل بحب هذا له يعني صدق يعني احترام له بصراحة فأني أحب دي الحاجات بعضهم يحسوا أشياء تافهة بس أني بالنسبة لي لأنني لما أقدم الأكل أحب أني أقدمه بحب وقدم فيه أشياء وزيين وكده سواء كان لأهل بيتي أو لأهل يعني أحد قاني أو كده بس ممكن شيء تافهة لكن لا مش أشياء تافهة الصغير والكبير يحب هذا الشي حتى الكبار نحنا أني أحب هذه الحاجات والصغار أكيد يفتح لهم النفس يحبوه يأكله الطفل لما يساعد نحنا في المطبخ يحب أنه يأكل من أكله اللي عنده أيال ما يأكلوش حاولوا دخلوهم معكم المطبخ يعملوا الأشياء يطبخوه تحسوا أنهم شوية شوية بدأوا يأكلو خصول اللي ما يأكلوش البيض لو حسيتوا أنه فيه أشياء كثيرة تقدروا تزيينوا فيها البيض أنا مرة صورتكم أنه ألة المعمول هذه الضغاطة ألة المعمول أزيين فيها البيض كمان موجود الفيديو أظن في شورت فيديو شورت وهذه الصورته طبعا وخبز البيت أكيد أنا معملش غير خبزي أكل وشوفوا ما شاء الله الشكل كيف حلو والآن لازم أكلمكم على أوراق الكاري اللي سألتوني عليه وأني ما قاوبتكمش لأنه الصراحة أصحاب عدن مش متوفر بعدن أو مش باليمن إذا متوفر بحد عارف فين أوراق الكاري باليمن يكتب أوراق الكاري كان أول زمان يوفرها اللولو اللي كان في عدن مول لأنه اللولو يعني هنود كان فيه كمان اللولو تبع هنود كان يوفره كان بقسم الخضار فيه فرش زي كده وفيه مقفف كان بقسم البهارات أو قسم كان أيوة قسم التوابل فيه بأكياس كده يجي مقفف الوراق الكاري إذا عندكم أحد بالسعودية موجود في نستو حتى في بنده موجود في المدينة موجود في اللولو أوراقه نفس كده في فرش وفيه مقفف كمان أشي أسوي أن يجيب الفرش طبعا اللي طازق هذي الوراق الطازق أبدأ أقطفه شوفوا كيف أخذ الوراق تبعه بعد كده أغسله تمام بالماء لازم أغسله أكتر من مرة بالماء حتى الأعواد حقه أاخده كمان وأقففه وهنا أحط لي كم حبة بوراقة كده شوفوا وراقها حلوة أحط كده كامل وكمان إذا تقدروا تزرعوا ازرعوا كمان حلو أوراق الكاري حلوة في الإدامات الهندية في الكبسات إشي رهيب حتى بالشربة لذيذ جدا بعد ما أغسله شوفوا أغسله أكتر من مرة خلاص بالماء أصفيه على إيش أصفيه على منشف أفوطة مطبخ أخليه ينشف تماما من الماء لازم ينشف أول ما ينشف من الماء إيش أسوي بعد ما كده أحس أنه يوم كامل خليته كده نشف تمام من الماء أحطه بصفاية كده شبك وخليه ينشف يومين ثلاثة أيام على حسب القو أسبوع لما يطلع ورق قافة خلاص أحطه بعلب يكون قاهز وبس هذا الفيديو لليوم إذا عقبكم الفيديو تنسوا الاشتراك في القناة تفعيل قرس الإشعارات ولايك وكومنتز حل منكم واستنوني بالفيديو القادم عندي لكم خبر